بعض الناس ممكن يعانوا من مشكلة صحية وهي مشكلة اه ركفة او رجفان الجسم مع خفقان القلب هل هزا المشكلة هي دليل على اه مشكلة صحية كبيرة اه ولا ايه الاسباب اللي بتقف وراء رعشة الجسم او اه ركفة الجسم مع خفقان القلب طبعا ممكن فعلا يكون هزا المشكلة هي بسبب مشكلة صحية بسبب مشكلة معينة في القلب او نتيجة تناول بعض الادوية كمان ممكن يكون السبب فيها هو عامل نفسي زي الالاء والتوتر علشان كده في اسباب مختلفة في اسباب عديدة ومتنوعة تؤدي الى رعشة الجسم وخفقان القلب بنجد ايضا منها ارتفاع درجة حرارة الجسم لو الانسان دخل في حالة من الحمى او بتأ ممكن يدخل في حالة من الصدم ونتجة ارتفاع درجة حرارة الجسم فبيكون من اثرها الجانبية هو رعشة في الجسم واضطراب في خفقان القلب ايضا تغيرات الهرمونية او الاصابة مشكات في الغدة الدركية كل دي اسباب متنوعة اذا الاسباب الطبية التي تؤدي الى رعشة الجسم وخفقان القلب منها ما يعرف برجفان الاذيني رجفان الاذيني ده خلل في ضربات القلب بيكون في نبضات القلب سريعة وغير منتظمة وبتظهر اعراض عديدة بسبب هذه المشكلة منها خفقان القلب منها رجفان الجسم منها الدوخة منها فقدان الوعي منها ضعف او ضيق التنفس والارهاق والشعور بالم في الصد من الاسباب ايضا طبية مرض باركنسون باعتمر مرض باركنسون او الشلل الرعاش من الامراض اللي بتزداد سوءا بمرور الوقت ولا بسبب انخفاض انتاج النقل العصبي المعروف باسم الدوبامين وبيتمس بظهور اعراض عديدة زي ان المريض بنجد ان هو بيعاني من رعشة في الاطراف او ارتعاش في الجسم بشكل مستمر ثابت تعبيرات الواجه بطء الحركة وضعف في عضلات الجسم ايضا ما يعرف بالبانيك تس اردر او اضطرابات الهلع ممكن تحصل نوبات الهلع باوقات مختلفة خلال اليوم الانسان اه يعني يصاب بهلع بخوف نتيجة تتعرض لموقف معين خلال اليوم اه فبالتالي بيجد ان من اثار الجانبية لو الانسان تعرض لموقف مخيف او موقف ادى الى صوته بالهلع هيصاب بخفقان القلب ممكن يصاب بشحوب في الوجه ودوار والشعور بخدران في اليدين والاصابع والقشعرير ورع شتى الجسم الم في الصدر ممكن بعض المرضى يفقدوا السيطرة على جسمهم يصاب حال من الانهيار او الاغماء اذا تعرضوا لموقف صادم من الاسباب ايضا وهي تعاطي المواد المخدرة المخدرات بانواعها زي المخدرات الكيموية او الكوكاين بتؤدي الى حدوث مشكلة صحية عديدة والمخدرات بتعمل على تحفيز او افراز الهرمونات اللي بتزود من ضربات القلب كمان مخدر زي الكوكاين بيع مع زيادة ضغط الدم رفع معدلات ضربات القلب وتدمير عضوات القلب في مخدرات تانية بتقص على الجهاز العصبي بتسبب رعشة في الجسم ايضا انخفاض مستويات السكر بالدم من اسباب رعشة الجسم المعروفة هو انخفاض السكر في الدم انخفاض مستويات السكر في الدم تؤدي الى رعشة في الجسم وخفقان القلب ده طبعا بسبب ان انخفاض السكر بيحفز افراز بعض الهرمونات زي الادرينالين اللي بيع معها زيادة معدل ضربات القلب كمان بتحصى هذه المشكلة عند مرضى السكاري تتفاوت وتختلف الاعراض بعد المرضى بيصابوا بالتعارق والدخة والبعض الاخر بيعانوا من زيادة معدل نبضات القلب ايضا ممكن تحصى هذه المشكلة نتيجة تناول بعض الادوية التي لا تحتاج الوصفة طبية بعد معرفنا الاسباب الطبية ممكن الانسان يصاب برعشة في الجسم والترفخ خفقان القلب نتيجة تناول ادوية معاناة زي المضادات الحيوية زي بعض ادوية الفطريات زي الادوية النفسية زي ادوية الرابو زي ادوية ارتفاع ضغط الدم زي ادوية الغدة الدركية ولذلك اذا بدأ المريض او الشخص يلاحظ انه بدأ يصاب بهذه المشكلة بعد تناول دواء معين لمرض معين فبيراجع النشرة الطبية المرفقة مع الدواء بيشوف اذا كان من اثرها الجانبية هي تحدوث اضطرابات في ضربات القلب او الاصابة برعشة في الجسم ولا لا وغالبا اذا لأ ان السبب هو هذا الدواء اما يتوقف عن تناول هذا الدواء او بيستشير الطبيب انه هو ينقل على مادة تانية او دواء اخر يكون اعراض الجانبية اقل في اسباب اخرى زي الاجهاد طبيعي ان الانسان بيمر بضغط في الحياة بسبب ضغطات الحياة بسبب المسؤوليات بسبب صعوبات الحالة بيوجه الانسان لكن كثرة التعرض للاجهاد المفرط لتأثير السلبية عديدة خاصة اذا فضل الانسان اتعرض لهذه المسببات وهذه الضغطات لفترات طويلة ده بيؤدي الافراز هرمونات بتسبب زيادة خفقان القلب وطبعا العديد من الاطباء بيأكدوا ان الاجهاد بيؤدي لحدوث العديد من الامراض والاضطرابات اللي بيعتقد ان هي احد اهم اسباب رعشة الجسم وخفقان القلب طيب من الاسباب ايضا الحصول على الكافيين والنيكوتين يؤدي تناول المواد المنبهة زي الكافيين الى زيادة معدل ضربات القلب وبالتالي بيسبب خفقان القلب ايضا التدخين بيحتوي على مادة النيكوتين فبالتالي كثرة التدخين السلبي او السلبي بيعرض انسان لهذه المادة وبالتالي بيعرضه لمشكلات الطراب نبضات القلب وبالتالي ممكن يصاب برعشة في الجسم ايضا تمرين الرياضة المكسافة ممكن زي الجاري السريع او الرجل السريع او ركوب الدرجات او ممارسة نشاط بدن عنيف بقوة ده بيجعل القلب ينبض بسرعة وبالتالي علشان يساعد في ضخ الدم الى العضلات ممكن يؤدي الى حدوث خفقان القلب ورعشة في الجسم اثناء الرياضة خاصة لو الانسان كان في فترة راح على فترة طويلة وبدأ يمارس نشاط رياضي عنيف فبالتالي هيبدأ يعاني من آآ اضطراب نبضات القلب او رعشة في الجسم عند ممارسة الرياضة كيف يتم علاج رعشة الجسم وخفقان القلب بيعتمد العلاج طبعا على علاج السبب الرئيس اذا كان السبب هو انخفض مستوى السكر في الدم بيتم العلاج عن طريق الحفاظ على مستوى السكر دمن النسب الطبيعية عن طريق تناول وجبات صغيرة بتحتوي على كميات مناسبة من الكربوهيدرات طيب اذا كان الامر هناك جعلت في بعض درجات حرارة الجسم او الاصابة بعضها فيروسية فطبعا ممكن يكون العلاج عن طريق تناول الادواء المضادة للفيروسات واستخدام كمياتات الماء البارد ايضا اذا كان السبب تناول دواء معين بيتم وقف هذا الدواء واستبداله بعد رجوع للطبيب اذا كان السبب مجهود بدلا يعنيف بيتم طبعا يعني تقليل هذا المجهود او توقف عنه وجدوا ان ممارسة التمارين التأمل او الاسترخاء بتفيد في علاج الرقفة والرعشة وخفقان القلب خاصة لو الانسان كان بيتعرض لمواقف فيها ضغط عصبي او لمواقف فيها خوف او هلع طيب امتى الشخص يستشير الطبيب اه مهم جدا استشارة الطبيب اذا كان الانسان الوضع الصحي العام لي وضع جيد الانسان حالته الصحية مستقرة ولا يعاني من امراض ظاهرة اه لكن اذا بدأ فجأة اه يصاب برعشة في الجسم بصورة متقطعة وبتستمر لدقائق او بدأ يشعر بألم في القلب بدأ هذه المشكلة تلازمه لفترة من الوقت او يعني بدأت تتفاوت على فترات قصيرة ففي الحالة دي لازم زيارة الطبيب ايضا لو بدأ الامر يتطور لو بدأ الانسان فجأة تعرض لاغماء فجأة بدأ يصاب بألم في الصدر ألم ملحوظ بدأ يعاني من انقطاع النفس بدأ يعاني من دوخة ففي الحالة دي يجب استشارة الطبيب بشكل فوري وعاجل لاتخاذ اللازم لحماية الانسان من اي اعراض جانبية ممكن تؤدي الى تفاقم المشكلة ده كان اهم المعلومات عن اسباب رعشة الجسم وخفقان القلب في النهاب نتمنى السلام من الجميع نلتقي بإذن الله في فيديو كديد وموضوع كديد